بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله الفطر الريشي غانودرما هو عبارة عن فطر خشبي ينبت على جذوع الأشجار وخاصة الميتة وينتص غذائه منها وينتج أكثر من أربعمائة عنصر مغذي لجسم الإنسان استخدم الإنسان الفطر الريشي منذ أكثر من أربعة آلاف سنة وأول أبحاث أجريت عليه كانت في الطب الصيني التجريبي منذ أكثر من ألفي عام حيث تم علاج جميع الأمراض في عصرهم باستخدامه لذلك سموه عشبة الآلهة وقاموا بإعطائها للملوك والأباطر عندهم كوقاية لأنه يحافظ عليهم أصحاء وأقوياء إذ كانوا يؤمنون بأنه يهب الشباب الأبدي أما اليوم فقد أشبع الفطر الريشي بالدراسة حتى بلغ عدد الأبحاث عنه أكثر من 1300 بحث تابعوا معنا هذا الفيديو وسنتحدث عن ما هي فائدة هذا الفطر وما هي حقيقته هناك العديد من المواقع العلمية التي تتحدث عن أبحاث خاصة بالفطر الريشي أهم هذه الأبحاث تحدثت عنه أنه يعمل في علاج السرطان الغنودرما الفطر الريشي ينتمي إلى مجموعة من عائلة الفطريات ويعمل في علاج السرطان لأنه يساعد على تطهير الجسم من السموم ويساعد في تقوية جهاز المناعة وكذلك يعزز إزالة السموم من الكبد وبالتالي تحسين وظيفة الكبد ويحفز تجديد خلايا الكبد مما يجعله مهما لأولئك الذين لديهم سرطان الكبد وله القدرة على الحد من الآثار الجانبية أثناء العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي ولتقليل الآثار الجانبية مثل الإرهاق وفقدان الشهية وفقدان الشعر ونخاع العظام وقمع خطر العدوى ويمكن أن يقلل أيضا من الآثار الجانبية السامة والتخفيف من الآلام أثناء العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وخاصة لمرضى السرطان في المراحل النهائية وتحسين نوعية معيشتهم والسؤال كيف يساعد غنو درما في علاج السرطان يعزز ويساعد على تنظيم جهاز المناعة والغدد الصماء ومنع الأورام وتحسين الدورة الدموية والتخلص من الجذور الحرة الضارة ويمنع توليف الحمض النووي لخلايا السرطان وتقضي على نشاط أنزيم محطة من الخلايا السرطانية ويعزز الضامة وينظم الخلايا وبالتالي كبح انتشار الخلايا السرطانية ويمكن أن يقلل أيضا من الآثار الجانبية السامة والتخفيف من الآلام أثناء العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي ويعزز إزالة السموم من الكبد وبالتالي تحسين وظيفة الكبد ويحفز تجديد خلايا الكبد ويساعد أيضا مع استسقاء السرطانية ويزيد من الشهية ويساعد في تخفيف آلام السرطان وخاصة في المرحلة المتأخرة وهي فعالة خاصة للمصابين بأمراض الكلا أو الكلا وخلاصة ما قرأت أن الفطر الريشي يقوم بالعمليات التالية تطهير الجسم من السموم تعزيز وتنظيم جهاز المناعة ويعمل على مستوى الخلية فيغذيها وبالتالي تغذية الأنسجة مما ينتج عنه تنظيم عمل الأعضاء وبالذات الغداد الصماء ولذلك فأن الفطر الريشي ليس بعقار طبي ولكنه عنصر غذاء ذو قيمة غذائية عالية وأيضا فالفطر الريشي لا يعالج الأمراض مباشرة ولكنه يساعد الجسم على التخلص منها وكذلك فالفطر الريشي لا يستهدف الأمراض ولكنه يستهدف الصحة العامة أرفقنا لكم من خلال هذا الفيديو مجموعة من الصور حول تلك المنتجات للاستدلال بها عند البحث عنها وكلمة أخيرة سبحان من خلق الداء والدواء وصدق عليه الصلاة والسلام عندما قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري ومسلم مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية حبيبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه فيه تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوارا على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم شوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد إذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته